اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة برضو من ضمن الحاجات اللي بتتقال كده وتتحول حتى الى شبح مخيف الحقيقة ده ارض التيتش وحشة كل ملاعيب يصاب صلاحوا ملعب التيتش كل ملاعيب مش عارف يحصلوا ايه قصوا ارضة الملعب وتحول المسألة الى انه زي ما انتوا شايفين ملعب التيتش يصير ازمة بين كولر والاهلي ده برضو يعني عطفا على حاجات كتيرة قبل كده بتتهم فيها ارضية ملعب التيتش انت بتقول لي وانت موجود اهتمت بالموضوع لا هو فكرة ان الاحلام بقى بيفسر الامور بمنطقه يعني هو راح السلام اه ما معجبوش التيتش لان الملعيب البرازيلي جيه اصيب عليه فانا لما روحت فجئت اللون بتاع النجيلة كنت قاعد مع كابتي السيد لقيته اخضر هشوف حتى تجده مختلف عن اي مرة تشوف اه ما هو تصلح اصلا فبقول يا كابتي السيد ايه ايه مشكلة ملعب التيتش يعني قال لي مالو قدت له يعني يعني الراجل اشتكى قال لي ابدا مالو الملعب كويس جدا اه قدامك ومعمول وصيانة وزي ملعب اخدت راحة واخد راحة خلي بالكم ان الملعب دي كان حي مالنجيلة دي كان حي فقال لي لا بالعكس ما فيش اي مشكلة خلينا استخدم المنطق طب هو راح السلام هو دا مش ملعبي انا لعب الوديات بتاعتي عليه عشان اتعرف عليه واللعبة تبتدي تتعود عليه والمدرب يقض عليه والمدرب نفسه يعرف يحط هو كبير صغير واسع اعمل فيه ايه في المنشات طب لو حصل ملعب المباريات دي حاجة فنية تخصه مش لا اني ملعب وعيه وهيرجع يتمرن فيه اهو هيرجع يتمرن في التيتشن من برح كان يتمرن فيه اه ما انا كنت فيه والنهارض هم فهي يعني ياريت الاتهامات او الحاجات بقى المعلبة الجهزة لما انظر بصيتي يعني بس انا بقول لك دي اكتهدات مش مش معلومات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر